في تقنية بوصفه غير عادلة في تقنية حياة عادلة بنسبة 10% يعني بما يعني ان هي غير عادلة ايضا في حكام عندهم ازمة هو هو اللي وصفهم كمان ان عندهم مشكلة في الضمائر بس اللي انا عايز كمان اقوله عسامة قبل منطلع الفيديو ده وهي فكرة اللي احنا قلناه في البداية وهي فكرة ان ده تأكيد ان الموضوع الفار نسبي لما انا اجي اقول الفار موجود اذا انا بطل عادل للمسابقة يبقى ده كلام مغلطة واللي بقوله مش فاهم لا هو فعلا مش فاهم ده مش وصف ده حقيقة فاللي هيأكد لنا بقى بعد كده ان اللي كان بينادي اول قبل ما تروح للقبل كده الجملة الواضحة اللي نستخلصها من الموضوع ده ان المعيار الغير عادل لا يمنح عادلة ما ينفعش تيجي تقول انا خدت حقي وعدلة وانت نفسك بتقول المعيار غير عادل بص يا قسامة الفار اللي بقى في نهاية الموسم عادل والفار اللي خالد الغندور دايما بينادي انه هو انا بحتفل دايما انه اول دوري يطبق فيه الفار كامل كانت زمالة بطل الدوري طيب تعالوا بقى نشوف خالد الغندور نفسه في المباراة الوحيدة اللي احنا قلنا ان الزمالك تعرض فيها الظلم تحكيمي هنا ظهر فكره ورأيه الحقيقي في فكرة تقنية الفار هتلاقيه رأيه غير خالص اللي بينادي بيا عشان كده الفقرة دي احنا بنوديها لأي حد هيقولك الفار موجود اذا البطولة عادلة لنادي الزمالك تديله على طول الفقرة دي عشان هو يراجع نفسه تعالوا نطلع نشوف ساعة ما الزمالك تعرض لظلم في وجود الفار كان شايفين الفار عادل ولا مش عادل نشوف الفيديو السيد احمد مجاهد يطلع بيان ويقولك التحكيم دلوقتي هو الاعرق والافضل والاكبر في افريقيا هو الموضوع كلام ولا الموضوع ان احنا فعلا عندنا جمال الغندور مثلا بيحكم في كأس العالم عندنا عصام عفتاح عندنا حكام مثلا بيشرفونا في كأس العالم عندنا حكم بيحكم بالقولة على فكرة في المغرب في المغرب الله يرحمه حكم نهائي كأس العالم بين فرنسا والبرازيل عندنا حكم اماراتي الامارات كم الامارات كم ناسا ما قديه عندهم حكم هو حكم لي في الاولمبياد على فكرة في الدورة الاولمبياد برشلونة وحكم تالت ورابع العالم احنا عندنا الحكم بيروح يحكم ماتش في كأس العالم ويمشي احنا دلوقتي عندنا التمن اطقم حكام في افريقيا ما فهمش ولا حكم مصري تقنية الفار اللي تحملناها الموسم الماضي على اساس ان الحكام بيتعلمه ونبتدي موسم جديد نحقق فيه العدالة ونكون اتمرنا بما فيه الكفاية ماذا كوارث تقنية الفار والتحكيم مستمرة الكلام ده مش من ثلاث سنين ولا من سنتين ولا اي موسم هو الموسم اللي خالد الغندور شاف ان الزمالك بطل اول دوري عادل من وجه نظر وقال كده الدوريات بقت واحد في وجود الفار هو اعتبر التاريخ كده زي ما فيه قبل الميلاد وبعد الميلاد هو بالنسبة له تاريخه القروي ما قبل وجود الفار وما بعد وجود الفار هو ده بالنسبة له التاريخ القروي فالتاريخ القروي اللي هو ما بعد وجود الفار هو هو نفس الموسم والله العظيم يا جماعة الفيديو ده نفس الموسم كان بيقول فيه بقى ان حكامنا ضعاف ويش موجودين في اي بطولات كبيرة افتقلنا ان الفار هيحقق العدالة اكتشفنا ان كوارث الفار مستمرة كل ده عشان مباراة وحيدة تظلم فيها الزمالك امال بقى الزمالك اللي استفاد ب13 نقطة ولها اللي تظلم ب15 نقطة يبايتك قيمك للفار اذا الموضوع كله لا هو حد بيقايم شيء عادل ولا حد بقول وجهات نظر موضوعية الموضوع كله ترند وشو وكلام مرسل لا يعرف المنطق وهو ده نص كلام وتعريب لا هو مش ترند وشو هو فكرة انا تظلمت في مباراة يبقى كل شيء سيء الغريب ان الكلام اللي في الموسم ده سبق وكده اصابت او يعني بعد وفترة كان فيه مبارات الآله والزمالك واصابت ست لعبين خرج نفس خالد الغندور اياك يا احمد يمجاهد تأجل المباراة هنلعب بالتحكيم المصري وكانت النتيجة انه خسر امام النادي الاهلي حتى واحنا نقصين ست لعبين حتى بالتحكيم المصري حتى مع احتساب ركل الجزاء غير صحيحة والكابتن سامير عثمان والكابتن احمد شناو وفقون طايمس بورد حولوا بقدر الامكان يدعموا قرار محمد عادل حكم الفار والكابتن محمود البنة حكم الساحة وقتها ان خمسين خمسي على استحياء لكن كابتن سامير عثمان قال لو انا حكم مش احسبها ومع ذلك الاهلي فاز في وجود التحكيم المصري اللي طالب به كابتن خالد الغندور الحقيقة خالد الغندور في الموسم ده مع تقنية الفار له تصريحات كتيرة جدا كانش ده بس ده اولهم تعالوا نسمع برضو تصريح تاني والتعرض للتحكيم بشكل قوة جدا والتقنية الفار بشكل قوة جدا نطلع نشوف الفيديو ادي كرة مش بقى حكم الفار اللي بيشوف 15 زاوية مصر كلها لا تختلف على الكرة دي حكام مصر كلها تقول الكرة ضرب الجزاء لامام عشور مليون في المية ان اي حد اعمى يعني البصر والبصيرة يشوف كرة امام عشور ضرب الجزاء في الكرة المؤخذة انا بيقولوا ايه فخد له يعني كده يعني هو بيعدي منه كده رح اعمل له كده ويعدي كده اعمل له كده ليه عشان ما يعديش ادي ايه ده وايده فوق وايده فوق ورجله تحت ايده فينا ايه ايده اليمين فوق ورجله تحت والمدافع ما جاش جنب الكرة انتوا هتباوزوا الدور المصري انتوا بتخذروا انا مش فاهم يا عم تكنية الفار انت مش حضرتك لسه حسب اول ثانية لغيت لي هدف ورجعت ربع ساعة عشان تطلع لي كرة الصوت عالي في شكل جير طبيعي الحكم اعمى البصر والبصيرة في خطأ انتوا عايزين تباوزوا الدوري المصري في خطأ وحيد خطأ وحيد واكرناه هنا لان احنا هنا قولنا بناخد بقراء خبراء التحكيم شوفوا القصة كانت عاملة ازاي على التحكيم المصري خطأ وحيد هو هو نفس مقدم البرامج اللي قال هنلعب القمة بتحكيم مصري وتهزم طيب احنا لما قلنا ان فيه نقاط اثر وجود الفار والقرارات الخاطئة فيها ادى لان فرق استفادت بنقاط وفرق خسرت بنقاط مبدأ التعمد من عدم احنا بقى مش هنقوله على لسننا احنا تعالوا نشوف اللي كان بيقول ان المصابقة عادلة وان وجود الفار خلاها عادلة وان ده اول دوري للزمالك في وجود الفار تعالوا نشوف نفسه كان رأيه ايه في فكرة ان حكم يتعمد يخطأ او ما يخطأش نشوف الفيديو حالة دي كرسة بمعنى الكلمة ليه كرسة بمعنى الكلمة ما يكون عندي تقنية فار والحكم جهات جريشا يحسب الكرة تسلل وتقنية الفار تقوله ما تقولوش انها مش تسلل وما يروحش يشوف ضرب الجزاء لا ده في حاجة متعمدة من وجهة نظر انا اسف تقنية الفار انا انا اهو قاعد انا وكابتن ياسر انت بتزع لكابتن ياسر من الحاجات دي بس انا اقولها عربنا انا قاعد انا وانت شفت الكرة مش تسلل اللي هو تعمد التعمد مش موجود ده بالك من خطورة اللي بتقال هو بيصف الخطأ ان الحكم تعمد يخطأ تعمد يخطأ الدوري اللي انت شفت ان كان عادل بوجود الفار انت بتقول ان الحكام بيتعمده فيه ياخد قرارات اذا انا بقى بموقفك انت وبمعطياتك انت اصنف فارق النقاط اللي حصل نتيجة اخطاء تحكمية انه نتاج ايه الاجابة عندك هو بتفرج كويس لا الاجابة هو قال اه طبعا هنستعرضها هنستعرضها بس انا عايز اقول لك حاجة هو بتفرج كويس وبياخد حاجات وينزل وقاله في قناة النادي الاهلي وبستاته كل حاجة فاتمنى بما انه بيتفرج يشوف نفسه وهو بيقول الدول العادل كان بيقول عنه ايه يا سيد كان بيقول عنه ازم الضمير كان بيتقال عنه عدالة بنسبة 10% كان بيتقال عنه حكم اعمى البصر والبصيرة كان بيتقال عنه تعمد اخطاء لكن اللي هتسمعوه في الفيديو ده بقى هو ملخص لفكرة تقنية الفار اللي بيتقال ان الزمالك بطل الدوري فاول تقنية الفار على موسم من اوله لاخره اسمعوه كانوا بيقولوا ايه عن تقنية الفار انت عندك فريق كويس فريق محترم يعني انت من غير ما الواحد بيتكلم انت بنفسك بتشوف احداث من خلال لقاءات والمباريات بتشوف الاعادات بتشوف تقنية الفار فبيتأكد لك يقين عندك ان انت خليك مستريح ما تدقيقش نفسك عدي نفسك ليه عندك فرقة محترمة بتعمل اللي عليها قد يتسبب في بعض الاحيان تقنية الفار انها تخصرك بطولة تطلعك من بطولة تكسب فريق بطولة يعني تيجي على فرقة لصالح فرقة يعني كنا نعتقد ونأمل ان تقنية الفار دي هتقفل باب الجدل بالنسبة للعدالة التحكمية كنا نعتقد ده لكن تجربة اولى في مصر بتؤكد ان ايضا هناك اخطاء فادحة في تقنية الفار مش اوضح اكتر من كده لكن الناس كلها فهمة وعارفة وشايفة والصورة ما بتجدبش الصورة ما بتجدبش انت قدام عينيك كلنا لعيبة كورة بمختلف انتماءاتنا او بنفهم في الكورة او بنتفرج على كورة من وحنا عيال صغيرة وبالتالي الصورة قدامك بتبقى واضحة تماما وما بتلاقي اعادة بعد الاعادة واعادة تانية بتتلغي واعادة تانية بتيجي فبيبين لك النواية ايه الدنيا ليه كده في ايه اما فيه اعادات ما بتتعدش خالص من اي زاوية او بتتعد بعدها بعشر دقايق او ما بتتعدلكش خالص او توضح لك اي حاجة او اي زاوية فبتبقى بتقول هو المخرج ماله ولا هو تقنية الفار مالها هو الحكم ما رحش ليه شوفها خلاص مفهوم بيبع عندك يقين عندك احساس في حاجة غلط في حاجة غلط اخطاء فادحة تقنية تجربة اولى مش نجحة فيه كمان بتكسب بطولات وبتخسر بطولات وبتوجه وبتبين النواية لو ضفناهم لازم الدمائر وعشرة في المية عدالة وتعمد وحكم اعمى البصر والبصيرة هنقول لك نشكركم لحسن تعاونكم معنا ده اللي احنا بنحاول من اول الموسم نثبته دون التعرض لأي شخص او اي حكم او اي ضمير حكم بنتكلم فقط على غير عن اخطاء تحكمية متكررة اضرت بالنادي الاهلي وافادت بطل الدوري العام التلتاشر في تاريخه نادي الزمالك شكرا خالد الغندور على كل التصرحات اللي احنا استعرضناها والف مبروك عليك بطول الدوري البار فكرة ما يحبش اسمعها وما يعرفش يرد عليها وانا بعني اللي بقوله ما يحبش اسمعها وما يعرفش يرد عليها